لم تكتمل الصورة بعد الجميع يبحث الرد ومكان انطلاق الهجوم الثابت الوحيد أن إيران وأذرعها خلفه أما المتغيرات فتستند إلى حقيقة مفادها بأن هذا هو الوجه الحقيقي لإيران هذه هي الحقيقة فماذا تنتظرون للرد؟ الهجوم على المنشآت النفطية السعودية لم يكن الأول لكنه الأضخم ولعله أزاح رأس الحوثيين وهم يتبنون العملية مع شبه اتفاق بأن الهجوم تم إما من العراق وهذا ما تم فيه حكومة لا تعلم ما يجري خارج قصورها أو من إيران ولربما من عرض البحر تهديد كهذا من دولة تمارس أفعال العصابات يفترض أن لا يسكت عنه المجتمع الدولي فبصرف النظر عن العبئ الاقتصادي للهجوم ومكانه الحساس فإنه يعد إشارة إيرانية بأن المتخم بالسيطرة على أربع عواصم عربية قد يسعى ليشعال النار في أخرى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد أن الولايات المتحدة تدرس كل الخيارات المتاحة بشأن الرد على الهجوم ليتبعه وزير الخارجية البريطاني بأن بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين لتحديد الرد الأوسع نطاقاً والأكثر فعالية على الهجمات كما عرض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خام بدوره إمكانيات بلاده ودعمها الكامل للسعودية الرياض من جانبها قالت أن التحقيقات أكدت أن الهجوم نفذ بأسلحة إيرانية مشيرة إلى أن المملكة قادرة على الدفاع عن أرضها وشعبها ورد بقوة على تلك الاعتداءات مراقبون يرون أن الولايات المتحدة تعمل على تجهيز الرد المناسب على الهجوم غير المسبوق الذي من شأنه أن يعزز فرضية اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران التي خرج رئيسها حسن روحاني وتحدث من غير مواربة وفي حديث مشحون بالتدخل في شؤون الدول بأن العملية التي أسندها لميليشيا الحوثي أتت في إطار الدفاع عن النفس وذكى محظو فرية برأي الكثيرين فطهران صاحبة النفوذ المتغول في المنطقة كانت دؤوبة على سياسة الاستحواذ واستغلال الأزمات من العراق إلى سوريا ولبنان وليس انتهاء باليمن على أنها إذ تنفذ الهجوم فإنها تعرض ورقة أخرى بيدها قد تنفع في ملفاتها العالقة وعلى رأسها النووي أو ملف ميليشياتها المنتشرة على وفق خطة مرشدها لم يقفز الرد على هجمات أرامكول ربما إلى الرغبة بحرب حاسمة لكن إن لم يكن ذلك فإن المنطقة بانتظار اعتداء آخر قد يكون أوسع وأكبر وأكثر دموية ثأرا لهزائي ما لحقت بهم عبر التاريخ وامتدت حتى أواخر القرن الماضي ترجمة نانسي قنقر